اشتركوا في القناة يروي الجسد الاسرائيلي فقد ربط قادته مع اثناء احيائهم لذكر المحرقة بينما فعله الالمان بهم وما يدعونه من وجود تهديد ايراني نووي لهم وقد وجه القادة الاسرائيليون رسالتهم تلك من امام النصب التذكاري لضحايا نازية هتلر حيث احتشد مئات الناجين وعائلاتهم فضلا عن وجود ديبلوماسيين اجنب انه يتعين على العالم التعلم من درس الهولوكاست وتصدي لتهديد الايرانية ان النظام الايراني عمل بوضوح من اجل تدمير شعب اسرائيل بمحاولاته امتلاك السلاح النووي وهكذا تستمر اسرائيل في احيائها لذكر المحرقة النزية والتي تبدأ بمراسم رسمية مكررة حيث وقف حرس الشرف وقوق من الموسيقيين تعزف المقطوعات الجنائزية ثم تليت قصائد تأبين مع اقامة شعائر صلوات يهودية من اجل الموتى اضافة الى اغلاق اسرائيل لدور السينما والمطاعم والمقاهي ولا تذيع قنواتهم الا برامج تتحدث عن الهولوكاست ان ذكر المحرقة ليست امرا احتفاليا يتعلق فقط بالتقوص وليس فقط ذاكرة تاريخية لذلك لن ندفر رؤوسنا في الرمل مطلقا يتحتم علينا منع ايران من امتلاك السلاح النووي وهذا هو واجب العالم ولكن قبل كل شيء هو واجبنا نحن واذا كانت اسرائيل حتى اليوم تستغل مشاعر الذنب العالمية تجاه اليهود لتحصين نفسها فعما قريب سينتهي العدد القليل الباقي من جل المحرقة ووقتها سينفض العالم اجمع يده مما تكرر اسرائيل في هذه الذكرى وسيركز الجميع على حقوق الفلسطينيين التي تقتصب كل يوم فهل يعي القادة الاسرائيليون الدرس؟